موسيقى موسيقى عقبة 26 آخر نقطة وصلت إليها ميليشيا الحوثي وصالح في عمق مدينة تعز إليها حشدت كل أسلحتها المتوسطة والثقيلة وحجم الدمار خير شاهد على ذلك إضافة إلى عشرات الضحايا من المدنيين الذين قتلوا بسبب قناصيها موسيقى 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 من قلب المدينة حيث أكبر تجمع تجاري المعروف بشارع 26 غربا وحتى حي النقطة الرابعة شرقا يمتد حي عقبة 26 حي توقف عنده زحف ميليشيا صالح والحوثي نحو عنق المدينة الذي ما إن شعرت به واكعا أي التوقف ذهبت وهي في أوج قوتها إلى حجد كل إمكانياتها العسكرية والقتالية نشرت الدبابات ونصبت المدافع قطعت الطرق وبنت المتارس وفصلت وسط المدينة عن شرقها بشكل كلي وصلوا على طول انتشروا بالعقبة 26 عن سنوكريم مركزوا هناك عند البريد عند المالية عند باع اسمه بيت هيل وازغط حق العقبة 26 من بيت الهندي مركزوا هناك مجمع الحكومي البريد المالية الضرائب بهذه المنطقة وكانت هناك دبابات ويعني مقناصة عرفت الحجارة ذيك اللي صبيات قطعها 26 قطعنا بحجارة كبيرة ذيك ومنوع طلوع أي سيارة ومنوع أي موطن اطلع الدرجة ذي 26 هنا اطلعها دي ومنوع الواخر السانة ومنوع اطلع العقبة تم تسليمهم من قبل علي عبدالله صالح الميليشيات هذا يعني مثل ما قالوا يعني خلع الزنة ولبيس المير يعني تكمن الأهمية الاستراتيجية لحي عقبة 26 بكونه يمتاز بموقع يطل على المساحة الواسعة في المدينة إضافة إلى توافر البنايات والعمارات الكبيرة والأهم من ذلك تعدد المباني والمنشآت الخدمية في محيطه كمبنى المالية والضرائب والبريد ومقر حزب المؤتمر الشعبي العام كل هذه المفردات جعلت من ميليشيا الانقلاب تأخذ تموضعا أفضل مكنها من ممارسة عبثها بحق سكان الحي وسكان المدينة بكل حرية تكتيكات عسكرية معينة يأخذوا الأماكن المرتفعة المطلة على المدينة وعلى الأحياء عشان يسيطر على الحي ما بيسيطرش بعدد مهول لا يقبلك خمسة ستة قناصة يطرحهم في أماكن استرادية وخلاص وبقى يشتغل مدينة براحتهم هذا مكان هو عند بيت هايل سعيد أنعم العمارة حق بيت هايل والعمارة البرضلة في فوق البيضة هذه معاش حكمني كذلك عملوا مقر لهم وفي النقطة الرابع بناية فارغة حق بيت هايل سعيد أملوا منها مقر كانوا يتخذوا الأماكن الاستراتيجية الذي بيستعدوا يسيطر على المنطقة من مكان واحد أكثر الناس ما يطلعوا شوى العقباد ينهائيين بشكل عام يطلع في حراك فحر لمو طلعت ومو عاق هنا وليش نزلت هنا وذا راح تراجع بلسق الصميل وليش راح تسوق الصميل راح تدي خبار راح تدي ترصد خبار راح تعمل كذا راح تعمل كذا وليش نزلت هنا ونقطة الرابعة بطلعوا هيلة لسعيد طالع برح العمل حقي وراح حق طلعوا راح عملي قالوا شجابك من هنا طلعوا عملي هنا بالبريد عملي بالبريد هنا قل لي ممنوع تمشي من هنا طلعوا شممنوع أنا موظف هنا بالبريد تعال السباسة هذا ورقعني ورقعني يرون أنفسهم بأنهم أسياد ونحن عبيد هذه نظرة العنصرية الطائفية المقوسية الحوثية في اليمن وفي تعال بالذات شواهد الأحداث وتبعات المرور هنا في هذا الحي تشير إلى أن نهج حرب الميليشيا بداية الاجتياح كان مفرطا وأغلب مشاهد الدمار هذه في المنازل والمباني والمحال التجارية ناتج لاستخدام أسلحة ومعدات ثقيلة كالدبابات والمدافع والهوزرات وهذا ما تأكد لنا بالفعل من خلال روايات من عاشوا تفاصيل ذلك المرور أولا بأول كانت في دبابة معهم بي ام بي وغيره وغيره يضربوا إلى حي الجمهوري ارتكبوا مجازر ومآسي فضيعة جدا يعني هذا كذا ضرب على في الآلي يرد عليه بالدبابة ونسى في بيت بمن فيه بدي الشقر قبل الفقر بالدبابة ما بشي غير الفقير ما بشي غيره وغيره وغيره أقول له دبابة هو نات عادو أجل عيدة في قندا قتلوا علينا واحد أول عيد عادو خرجش يصلي ضلطة العيد يا سينا قرنعي واح مقنين أمردو بالعمود الفقري قال صحابي صحابي السائلة ما وصل للبير كان يضربوا بالدبابة لما كان انتبخ الزجاج لداخل اللي عندنا الموظفين يحام بسنا يعني مع الضربة الهوى حقه النساء الرجال يعني طارم طارة لا داخل مع الزجاج لا عندنا لا داخل لعندنا الموظفين الشبابي يعني ما بش هميقية هميقية يعني بشكل فضيع يعني لا بولا احترام لا المرأة لا الطفل لا المريض يعني تعسلات بشكل يعني بشكل فضيع لصحاب تعز بشكل فضيع يعني والله دخلت قديمة من هناك دخلت وخرقت الجدر خرقت عرض الجدر الثاني دخلت الآن الحجرة هم سبحان الله هربوا كلهم أصحاب الحافة هذي كلهم 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 والله ما بقوا ما بقوا كلها أنا وزوجي الحواتي دقوا لنا بالدبابة كان با هناك ثلاث دبابات فوق رزا و أبي خلونا طحة خلنا دسد الرج فوقت و جزعنا بالضحر قاعده كملت و شطبت الدور الثاني شطبته و كامل والدور الثلاث كان جاهز و الدمر كامل و اللي جنبه دي كان قانا قاعده جديد عادي 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 صلوحنا جديد ما عادي ما ما قلو سوش في بي حتى سنتين عادي هنا الضرب الدبابة من عند المبيم مع الحكومي إلى عندنا الحارة لعند النخلة لا هنا لعندنا الحارة المتنمية تعز المتنمية بواسط الحارة غذايف يعني كانت معساة معساة عندنا هنا بالحارة كانت معساة معساة الضربة دخلت أنا يقول لك أربع جدارات والبيت الثاني جنبه و خارجة خارجة الجنبولية يقول لك حسين شوف الرؤية حسين ما حد يقول لهم من طاقة و ضرب عليهم هذا الدمار كامل وسيلة حرب أخرى مارستها ميليشيا الإنقلاب في هذا الحي وهي أشد نكاية من حربها التدميرية بدأتها بنشر قناصيها على البنايات المرتفعة التي تطل على المداخل الحساسة ومراكز التسوق في الأماكن القريبة من الحي أو تلك الظاهرة لهم في عمق المدينة وما إن اتخذ قناصوها تموضعهم حتى أصبح كل شيء يتحرك هدفا مباشرا لرصاصاتهم دون تمييز أكان صغيرا أو كبيرا رجلا أو امرأة أنا كنت أجزعهم هناك بالشارع والقنص لهنا لبين الرجلي خسابا بالله سبحانه الحافظ الحفير ما قوى فيش أجلي من هنا من العمار هذه والقنص لبين الرجلي في قناص في بناء تير سعيد يطل عند الباب الكبير مرتفع جدا كان يضرب لعند المحلاوة هذه لو تشتيت قطع الشارع بس بعضهم كان ينزلوا طبعا عن طريق الأزغط إذا نزل من حيال جمهوري إلى المركزي يأخذ صرفها ورغم أنه عدة قضايا بقى دقعات في المركزي وراحوا ضحايا فكان ينزلوا عن طريق الأزغط ما يمشي الشارع رئيسية في معه شارع 26 مجرد ما يقطع مجرد ما يقطع القناص شعبه يسرع وتشوفه لما يشتيت قطع الشارع يجري كأنه في السباق الماراتون علشان يقتع الخمسة المترة هذه حق الشارع لا مقابل الزغط يدخل هناك ويحاول بيدخل بكل الوسائل بعضهم يقتل بعضهم يصاب يتعور علشان ينزل له بيشتري طماتو بطاطل أولاده القوي من هنا خرج من العمارة كان هنا ببيته هم شاطرحوه هربو ونقعه له هناك ضربو له هناك لعند السيارات كضربو ودخل معه فحسف فحسف له هنا ومات هنا فسف هذا فق هذه البلدة أذكر كوني ببن عبد القوي والله أخرج لك من خارج من داخل من هناك من داخل وقام مدد هنا أصيح 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 يا خالة الله أقوم أفعله له هناك أسحبه له هناك لزغت هذا معه بش خلاص قامت قاعد يزيل تمشي سواق متر قتلوا طايفل سرعوا عجوز ما يفرقوش لا بين طفل ولا بين عجوز ولا بين مقاتل ولا الكل كم قتلوا يا شباب كم قتلوا يا ناس كم قتلوا يا أمها شبان عادهم مقال تحوش لم تكتفي ميليشيا صالح والحوثي بقصف المنازل والأحياء وقنص أجساد الأبرياء بل ذهبت إلى مفاقمة الوضع المعيشي للسكان الذين أجبرتهم الظروف على البقاء حين طبقت سياسة حصارها الخانق على هذا الحي حاله حال كل المدينة لكنه كان هنا أكثر إيلاما هكذا يصفه سكان هذا الحي الذين اكتووا بناره وعاشوا الجوع والوجع في آن معا مرة من الأيام يوم جمعة عالتي طبعا مصابة بمرض خبيث أجيش نزول أسحفها كان القنص من مصطلع عمارة هذه عمارة أمام عمارة هنا كبيرة يعني القنص ما أقدرش أنا أخرج لأنه مرة حقية نقطع الشارع أخرج لليل خلنا سعى صرقنا السائلة من بيتها بيت أوقات حفرنا من حفرة كنا ندخل من الأخرى قنا مني من البيوت لسمع قضيفة هنا أنا نقع الغذيفة قال ما مش تصالع تولى تلفون تلفون بلشي التقطيك أنا مهلش خالص نقع قضيفة وتعور واحد هنا تعور قال ما لسمع الغذيفة ونطلعش تطلع عادي حق السائلة ورق 16 يدور ونطلع الجمهوري يعني شي مؤلم جدا الذي كان بيحصل تلقى بعضهم تمشي من جن بيت كلهم يبكوا وإيش قائعين ما فيش معهم اللقمة داخل كذلك الماء وتخرج تاخذ الماء من جن بالوايت وأنت خايف ليش أنه عدة قضايا فقال لك تقريبا معهم من يعطيهم أحداثيات أو الله أعلم يضرب لها عند محل التوانك هذه الذي تعطي الناس الماء على سبيل المثال في اثنين فقدوا أو ماتوا واحد اسمه بنت عبدالله الحبشي أو البريهي كانت تاخذ ماء لأهلها من نفس الموقع وفقدت هذه الساعة وابن وسيم محمد علي خالد المخلافي كذلك هذه الساعة قتل وسوق الوايت الذي قاب المال إغاثة للناس بوتلت رجله كذلك أنا كنت متواجد عن بعد عندما قريت اشتيا سعيف وصبت في هذا المكان لازالت شوف الشضاء لازالت موجودة لحد الآن ونسات عورين هو كانوا يستهدفوا الأماكن لإغاثات المساعدة الإنسانية تقريبا بإحداثية أو الله أعلم كيف يحددوا أو رصدهم كيف إنهم يعرفون هذه الساعة نزمت يمعين في ضرب باعتقادة حتى اليهود الإسرائيلي يتعاملون بالشكل هذا حق دفين أسواد محرومين من كل شيء يعني الموت يرون الموتى صبحا وليلا يعني هكذا ما نراه في وجود الميليسية هذا اللي نراه مفارقة جديدة تجلت أمامنا في هذا الحي وربما لم نشاهدها من قبل تمثلت بإقدام الميليشيا على إجبار سكان الحي البقاء في منازلهم رغم الخوف والرعب الممارس عليهم وكان هذا السلوك لهدفين الأول اتخاذهم دروعا بشرية تقيهم من قصف طيران التحالف والآخر ابتساز من يريد المغادرة منهم أجبر الكثير على الدفع والنفاذ بأرواحهم ومن تبقى منهم لم يسلم من عبث الميليشيا التي روعتهم وأطفالهم ولاحقتهم إلى غرف نومهم الحوثين كانوا ما يشترش حد ينزح من جمبهم علشان يعتبروهم دروع بشرية لهم ما يفرحش أنك تمشي ويشتك جمبه على أساس أنه يسلم من الطيران لأنه كان بزاق الطيران يتحرك فكان يجبروا الأهالي أنه ما يبقوا فمن حصل فرصة استطاع يمشي أو يعطي الميليشيات هذه الفلوس مقابل أنه ينزحوا أولاده حق ما يهرب يدي فلوس يعني بعد ما شلوا المربع هذا ولمربع هذا أكثرنا لناس اللي هنا خيفة يعني خلوهم نسوا نقوم يزاؤهم تخلوا فتشو أخر الليل ونشو بالبيت تخلوا دا خلوهم يتفتشو في ناس تخلوا عندهم أشقنوا خلاص خلقين ونس هنا بودة خلو نس هنا أكثروا الناس رجعوا رجعوا لقاط الرجال كامل لحق المؤتمر هذا الحين المؤتمر لقاطهم خامل داخل حقد أسود علينا حقد أسود على المدينة على كل ممتلكاتها حقد على المنشآت الحكومية أحرقوا كل شيء دمروا كل شيء دخلوا بيوت أسر يعني مساكنوا أخرقوهم وأثناء خرقوهم فقروها وجهة أخرى ذهبت إليها ميليشيا الإنقلاب في هذا الحي تركزت على إنشاء مراكز اعتقال واحتجاز وتعذيب فكان هذا المبنى المعروف بمقر حزب المؤتمر الشعبي العام أحد مراكز الاعتقال والتعذيب سجن فيه الكثير منهم من كتب لهم الخروج وآخرين ذهبت بهم نحو مراكز اعتقالات وسجون خارج المدينة وأغلبهم لم يعرف أهاليهم عنهم شيئا ولا زالوا في المعتقلات حتى اليوم ومرأة شرطوا صفرها من الجملة اللي كان بالحديقة مش اللي فيكي جملة بالحديقة شرطوا صرفها وبيتروها هذا مطبخها الدوعيش دقيت يوماً هنا محفوز طربيط ليش طلعت ليش نذاحك على صرفها الدوعيش وخارجتوا يا الله بالله النبي عضو محنى جالينا العاقل وخارجتوا مش خرش خارج أنا شوفوا الناس اللي امتسكوا بالحارتنا اللي سنتين اللي خبط الشهور اللي سبعة الشهور أنا قد تكلمت مع بعض الفوتين عندما كان ابني أسير طيب ايش اللذي تشتوه مننا ليش تأخذوا الإنسان زي ابني إذا اخذتوا أسير ايش المطلوب مننا قال علشان نأمن شركم ابنك في الحفظ والصون لأنه لما يكونوا طلقاء بيقاومونا وبيصبونا إشكالات طيب تأخذوا أسير بدون ذنب بدون قريرة هل مسكتوا في يد صلاح لقاتلك نايد بنقول في عندك مبرر ليش اللي رؤوا يا انتم بتشتوه تمسكوا دولة تمسكوا دولة وريحونا طيب تمسكوا دولة ونصفوا على الأكل علشان نلعن اللي قبلكم لكن انتم نجيتم أرعبتونا لدرجة أنه أشوف حوذي ورجولي يخذلين منه لأنه لو كان تم سيطرة هؤلاء العصابات القذرة على مدينة تعز أعتبر أنها كارثة صفحة سوداء اليمن ستمر بها في منتصف عام الفين وستة عشر شهد حي عقبة ستة وعشرين تحولا حقيقيا بعد معركة خاطفة تراجعت على إثرها الميليشيا إلى معقلها الرئيس في حي الجحملية وأطراف المدينة الشرقية هنا أدركت الميليشيا مدى الانكسار الذي لحق بها في الجبهة الأمامية وسعت إلى توسيع دائرة حربها الانتقامية فكانت القذائف والصواريخ تنهال على الحي بشكل مستمر حدث اتسعت على إثره معاناة الناس وغدا شبح الموت الحقيقي يلاحقهم في كل مكان وبقصص مؤلمة جدا تحررت المنطقة منها النقطة الرابعة المؤتمر هذه نسحبوها النقطة الرابعة من النقطة الرابعة تلقى حملية طيب اللي هنا تأمنها كامل بعدين شوقها شغل عيش هونات اللي هنات موقفهاش كان قهرة ضرب علينا قهرة الأمن السياسي هذه هنا معاك قبل العروس كان ضرب الجمهورية ضرب عندنا نحن برضا قضائف أذكر موقف أنها قذيفة أتت من الحوبان ومن المعسكر 22 الحرس الجمهوري تبع عفاش القذيفة هذه أتت إلى إحدى العمارات المقابلة إلى منزلي في الدور الثالث تقدر حتى تتصوروا الآن لو نزلتهم تتأكدوا كانت في هذا البيت في هذا الدور امرأة من أصاب أتت لتدخل الطعام لأبنائها فإذا بالقذيفة تأتي فتشل ضها بالكامل اخترقت البيت وتفكرت في الغرفة حتى أخذت هذا طبعا أنا سمعت للقذيفة طلعتنا بأحد العناصر أنا وحد العناصر طلعتنا بأحد الأشخاص لنسعب وقت في الدرج ابنها طلعين هذه غير موجودة تخيل قدها مرمي وأخته كمان الرأسها يعني مفكوك والدم يسيل عليها دخلت الغرفة أنظر من الضحية الأكثر وقت أم وابنها الصغير وغبار القذيفة في البيت دخلت الغرفة الأخرى فإذا بالمرأة العقوزة التي كانت تدخل الطعام لأبنائها رحمة الله عليها هذه الأصابية فأتيت نقلبها فإذا أرى بالأمعاء خارجة واليد مكسرة موقف رهيب جدا 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 كان معنا صارت أفراح كأي من مجينا ثلاث هزرات من الكسب الكبراني ما رضا عدت لك الزن ما خلت لك الزنجة يعني بعد ما تحررنا القاهرة والأمن السياسي والدنيا تمر الحمد لله تشوف الناس كيف الدنيا ما بش قانس ما بش أي واحد ما بش حاجة يقول لك فلان طلع فلان زيل فلان مات قزح فلان طلع فلان تقسر قلو فلان تقاطر قلو فلان بساق فلان قال لان قتل هدل على البساق على القاتل ما بشك يقول لك حاجة مريح فلان معه قاله 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 موت 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 ليسوا يمنيين أولا الحمد ليسوا يمنيين أصول فارسية أعتقد اليمنين أعملوا بالشكل هذا أخوانهم بالشكل ولو اختلفوا لكن لن يصلوا هذه الممارسة القذرة بين أبناء الشحر كان في مذهب زيدي وكان في حكم زيدي لكن في تم التعاوي ولم تتم بهذه الطرق هذه طريقة قذرة منصورية طائفية مناطقية بحثة كانت على أبناء تعز أوجاع مدينة تعز جراء حرب الميليشيا الإنقلابية لا تنتهي ففي كل شبر مرت من خلاله الميليشيا سواء في عمق المدينة أو في أطرافها إلا وتركت فيه قصة دمار وحكاية ألم ستظل تروى للأجيال بأن آلة الحرب الميليشياوية مرت من هنا ترجمة نانسي قنقر شكرا في القناة شكرا في القناة شكرا في القناة شكرا في القناة